السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الخطة الشاملة لتعلم فلتر ما هي الخطة الشاملة لتعلم فلتر هي مجموعة من الكورسات اللي حتخليك تكون جاهز بإذن الله للدخول لسوق العمل مباشرة تمام طيب شو هي الكورسات هي عبارة عن 8 كورسات متكاملة بتأهلك وبتبدأ معك من الصفر بحيث انت لو ما عندك اي معرفة بالبرمجة حتقدر تبدأ معي وتكون بإذن الله بنهاية هي الكورسات جاهز لسوق العمل تمام من هي الكورسات هي طبعا الدارت تمام أثاسيات فلتر فلتر مع الفيرباس لستيت مانجمنت بفلتر الاسكيو ال والاسكيو افلايت والريست اي بي اي مع فلتر والاي كوميرس اب كل كورس من هي الكورسات موجود ببلايلست مفصلة وجميع روابط هاي الكورسات هتكون موجودة بالدسكريبشن وحتكون أيضا موجودة بأول تعليق بالترتيب تمام طيب سؤال مهم ليش نحن نتعلم فلتر شو هو المميز بفلتر ليش ما نتجه مثلا لرياكت نيتب أو نتجه للنيتب بشكل عام روح نتعلم جافا وسوفت الى آخرين طبعا للإجابة على هذا السؤال يا شباب لازم أول شي نعرف شو هو فلتر فلتر هو عبارة عن فريمورك طبعا تم إنشاءه وتطويره من قبل شركة جوجل هذا الفريمورك يعتبر كروس بلادفورم شو يعني كروس بلادفورم؟ يعني أنت بيكود واحد حتقدر تبني أبليكيشن حيشتغل على عدة منصات من هي المنصات؟ الويندوز، الماك أويس، الآيفون، الأندرويد، والويب تخيلوا بيكود واحد حتبنوا أبليكيشن حيشتغل على كل هاي المنصات طيب هلأ منرجع للسؤال بتاعنا ليش نحن ما نتعلم بيكت نيتب؟ ريكت نيتب أيضا تعتبر كروس بلادفورم، والكود فيها حيشتغل على عدة منصات الجواب ببساطة يا شباب، فلتر مما بتتقارن بالريكت نيتب لعدة أسباب أول سبب أداء فلتر أفضل من أداء الريكت نيتب، وهذا الشي لو بحثته بأي موقع حتتأكدوا من هي المعلومة رقم اثنين والأهم، سهولة تصميم الأبليكيشن بفلتر ما بتتقارن بصراحة أبدا بالريكت نيتب، بحيث أنه فلتر بيعتمد على نظام أو مبدأ الوجد، انت حتقدر تبني الصفحة بسرعة ما بتتقارن بأي كروس بلادفورم آخر تالت شيء والأهم، فلتر مدعوم من قبل شركة عملاقة، واللي هي شركة جوجل، وهون طبعا البعض هيقول لي أوكي، ريكت نيتب أيضا مدعوم من قبل شركة عملاقة متى فيسبوك، صح هذا الكلام، ولكن فلتر أثبت على الساحة إنه بمجال تطبيقات الأندرويد والآيفون أفضل بمراحل من الرياكت نيتب، تمام؟ بالإضافة لذلك فلتر بيحتوي على عدد هائل من الباكيجات، ويلي كل يوم بتزداد وبتطور بشكل كبير عن الأيام السابقة، ويلي طبعا من خلالها بتساعدنا على بناء أو التعامل مع أي تاسك بسهولة تامنة طيب، هلأ القسم الثاني من السؤال، ليش ما نروح نحن نتعلم نيتب؟ ليش نحن لا نتعلم فلتر؟ الجواب على هذا السؤال، فلتر مثل أي كروس بلادفورم ثاني، بيوفر عليك وقت وجهد وتكلفة مادية، بمعنى أنت لو عندك شركة اليوم، هتبني تطبيق على آيفون وعالأندرويد، فهذا الشي حياخد منك تكلفة كبيرة جدا، وأغلب الشركات بهم الموضوع المادي، تمام؟ فلذلك الأغلب صار يلجأ للكروس بلادفورم ويترك النيتب، هذا ما بيعني أن النيتب معد حد يتعلم ومعد إدوس معد عليه طلب، لا، فيه طبيقات أنه بيحبوا الشركات يبنوها نيتب، عشان يعني أنه أوقي هي أفضل بتكون طريقة لبناء تطبيق، نضمن مئة بالمئة أنه مع المستقبل حيبقى أداءه ممتاز، تمام؟ ولكن في لتر الحمد لله أثبت أنه أداءه عم بيبقى ممتاز مع الزمن وعب يتطور بشكل سريع، فلذلك ما في خوف من هي الناحية أبدا طبعا يا شباب، عندي مجموعة من الملاحظات المهمة جدا، ويلي طبعا من دون هي الملاحظات، حتكون الخطة الشاملة لتعلم في لتر عديمة الجدوى وعديمة الفائدة، وما لح تاخدوا منها أي قيمة أول ملاحظة وأهم ملاحظة هو الالتزام بالخطة بشكل كامل، تمام؟ يعني أنت ما بصير مثلا تشوف أول كورسين وتوقف، تشوف مثلا كورس أساسيات الدارت وأساسيات فلتر وتوقف وتقول أنا تعلمت فلتر لا، أنت بهي الحالة ما تعلمت أي شيء على الإطلاق على سبيل المثال، أنت لو قرأت قصة، أنت ما فيك تأف بمنتصف القصة وتقول أنا قرأت القصة كاملة لا، أنت ما قرأت القصة كاملة، ما فهمت شيء من القصة ولا يمكن أنك تفهم القصة من قراءة نصفة فقط، فلازم تقرأ القصة كاملة ونفس الشيء سلسلة أول خطة الشاملة لتعلم فلتر حتى أنت تكون فعلا جاهز لسوق العمل وتكون فاهم فلتر بشكل صحيح لازم تشوف الخطة الشاملة كاملة لتعلم فلتر واللي طبعا بتحتوي على مجموعة من الكورسات مثل ما حكينا سابقا تاني شيء وهي طبعا ملاحظة جدا مهمة أنه أنت تحاول تفهم الدرس بشكل جيد ومو تنسخ الأقوال من دون فهم لا تحاول تنسخ الأقوال من دون فهم حاول تفهم الكود بشكل جيد تمام؟ ولا تكتب شيء مش فاهم ثالث نقطة الابتعاد عن مشاهدة أي كورس آخر بنفس وقت مشاهدة هذا الكورس وهذا الكلام ما بينطبق على الكورس بتاعي فقط لو أنت بتتابع أي شخص بمجال محدد ما بصير تروح تتابع أشخاص تنين بنفس هذا المجال لأنه حتتشتت يعني على سبيل المثال أنت ما فيك تتابع الشخص A والشخص B بنفس الوقت حتتشتت تمام؟ فبالتالي أنا بنصحق الالتزام بالكورس بشكل كامل ولما تنتهي من الخطة الشاملة كاملة لو حبيت تشوف شخص آخر ما في أي مشكلة ولكن لا تشوف شخصين بنفس الوقت هذا الشيء هيأثر عليك وحيسبب لك تشتت النقطة الرابعة واللي تعتبر من أهم النقاط واللي أغلب المبتدئين اللي بيقعوا فيها بيروحوا بيسألوا على الفيسبوك عن نصائح تمام لتعلم في لتر ومين لازم نشوف ومين مو لازم نشوف وأيضا إيش هي الأمور اللي لازم ركزها ليا وهون طبعا كل شخص هيعطي تجربته تمام؟ تجربته الخاصة واللي هي طبعا مختلفة عن تجربة أي شخص آخر فشخص هيقوله شوف الشخص A شخص هيقوله شوف الشخص B شخص هيقوله شوف الشخص C شخص هيقوله ما تتعلم من أي شخص أو من أي فيديو روح على التكيومنتيشن أتعلم شخص هيقوله أقرأ كتاب فهون أنت حتضيع حرفية وحتتشتت ومالح تعرف تبدأ بتعلم ابدأ بالتعلم من دون تشتت وابتعد عن الفيسبوك قدر الإمكان الفيسبوك هو أول سبب من أسباب فشل أي شخص بيبدأ يتعلم آخر شي طبعا حابب أن ننوح عليه أنه بنهاية كل كورس من الكورسات الموجودة في فيديو بيوضح لوين تتجه بمعنى لو أنت أنهيت كورس الدارت حتلاقي فيديو يوضح لك أنه لازم تنتقل على كورسف لتر لما بتنتهي كورسف لتر في فيديو حيوضح لك أنك لازم تتجه على كورسف لتر مع الفير بيس لما تنتهي من كورسف لتر مع الفير بيس حتلاقي فيديو يوضح لك أنه لازم تنتقل على الستيت مانجمنت وهكذا فبالنهاية بكل بلاي لست في فيديو حيوضح لك لوين تنتقل تمام؟ هاي نقطة كتير مهمة بهذا الشكل من كون انتهينا من هادي الفيديو بتمنى يا رب الفيديو يكون لاد اعجابكن لا تنسوا الاعجاب بالفيديو اشتراك بالقناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم وبركاته